موضوع جدا مهم وقفة احتجاجية للمتقاعدين أمام مجلس النواب طبعا ضنك العيش صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار كلها عوامل أثرت بشكل جدا كبير على المواطن العراقي البسيط وخصوصا طبقة المتقاعدين لأن أكيد يحتاج إلى علاج ومصرف والتزامات معيشية أخرى والراتب هو نفسه والراتب لا يسعد ولا ينزل شريحة المتقاعدين نزلوا للشارع ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب العراقي المطالبة بتحسين واقعهم المعيش ورفع الرواتب وإيجاد تعديلات مناسبة لقانون التقاعد العراقي ما يناسب متطلبات كل مرحلة بصراحة أكثر المتقاعدين يشوفونه بحكم أنه يعرفون بشبكة الإعلام العراقي ويراسلونه على مواقعنا الخاصة والبعض منهم الجيران والأصدقاء والأهل ياريت توصلهم صوتنا ياريت أنه الصوتنا يوصل لي حتى نقدر أنه رواتبنا تتعدل رواتبهم جدا قليلة ما تكفيهم هم أصحاب عوائل وعدهم متطلبات كثيرة فياريت ياريت ياريت أنه تكون صورة حل هم اليوم طلعوا وقفة يعني بهذا العمر هم بصراحة هذا عمر هم الكبير وطلعوا هاي الوقفة يعني أنت تخيل رجل كبير أو عمره كبير تطلع بهذا العمر حتى يطالبون أنه شوي زيادة براتهم لأنه متكفيهم أغلبهم ونشوفهم يراجعون الأطباء وإحنا نعرف كنا اليوم إذا تروح للدكتور لا سامح الله لازم يراد لك علاقة مع الأدوية وهي علاقة الأدوية ما رح تجيب بلاش زيان وإحنا نعرف أيضا الواقع الطبي اللي موجود الواضع الصح اللي موجود بالعراق للأسف أنه نشوف جشع بعض الأطباء وارتفاع الأسعار اللي موجودة التالي المتقاعد اللي يستلمهم يذبهم على الدواء اللي يستلمهم اللي يذبهم على الإيجار هم أصحاب عوائل يريد يفرح عائلته يريد يطلحوا عائلتفت سافر بسيطة للشمال ما نقول يروح يطلع بره خارج العراق تطلبات بسيطة والله لقد نلتفت عليهم شريحة جدا مهمة خدمة والعراق هم اللي أسسوا هذا البلد أكيد هم اليوم طلعوا بهذا العمر لأنه القانون فوق الجميع لكن هم اللي أسسوا أسسوا البنايات أسسوا المجتمعات أسسوا البنى التحتية اللي موجودة أسسوا حتى شبكة الإعلام العراقي وأيضا باقي الوزارات هم عناصر جدا مهمة بيها ولا ننسى أيضا الأساتذة التتريسيين يعني البعض منهم أنه طلع تقاعده هو ممكن من خدمته الكورات بجدا قليل 350 ألف وين تكفي 350 ألف شوف احنا وياكم هذا الفيديو اللي ينقل صورة ومعاناة المتقاعدين تعليقات اللي تحدثوا بيها أكيد هم المواطنين خطيئة رواتهم يقولون كل شي قليلة والمستفيد هميا إذا كانت الزوجة أو أولادها ما يحصلون شي خطيئة 300 شي سوون بيها صراحة شي سوون بيها يعني كل شي قليلة ونحن نعرف أنه السوق اليوم كل صاعد والدولار أيضا صاعد وجشع التجار اللي ميلتزمون بالتسعيرة وأيضا محمد يقول أولا سمعت أولا أسمعت لو نادي تحيا ما أقول أقدر ثانيا ماكو أي احتكاك كان هناك سوء تفاهم بسيط وانتهي زين نور الياسر تقول أبو الشغب معقولة ما عنده أبو أحد من أقاربة متقاعدين على واشها الاحتكاك شنو طالعين بطر غير رواتفهم قليلة وحال الضيم حالهم صحيح كلام اللي تحدثت به نور وأيضا يعني ما أعتقد أنه أهل الشغب يتصرفون رياهم تصرف غير مؤدب أكيد هم يعرفون أهلهم وناسهم اللي موجودين بالتالي نظرة المتقاعدين محتاجة إلى نظرة أبوية محتاجين اليوم إلى وقفة وبنفس الوقت ما أنه إحنا مقبلين على الشهر رمضان المبارك وإحنا دا نشوف يعني أنه الحكومة اليوم تحاول السيطرة على الدولار تحاول السيطرة على السوق بسبب الجشع اللي موجود ومواضيع كثيرة نفس الوقت جشع التجار إحنا بشهر رمضان مقبلين عليه رح نشوف ارتفاع بأسعار المواد الغذائية وتحكي أقول لك الدولار صاعد زين ليش ماكوا رقابة ليش ماكوا تسعيرة مفروضة عليهم مواد موجودة تدخل بالقمرق والمواد هي مدى يعني مثلا من الفضاء تدخل المنافذ القمرقية كلها موجودة وبها أسماء وبها وكالات عربية وعالمية ودول الجوار تسعيره سووا حتى المواطن يعرف يعرف يشتكي يعرف مثل ما احنا تحدثنا قبل فترة وأهل المولدات نقدر نشتكي عليهم أي حالة نشوفها احنا نقدر نشتكي لأنه أكو جشع بالموضوع أكو ناس يعني تهمها هاي الفرصة تقول أنه هذا فرصة يعني اليوم لازم أستغلها والمواطن الفقير مني له 100 دولار 155-158 في حين أنه 130 هي تسعيره أو 132 للمئة دولار فئة المئة دولار يعني ريد أنه يكون اهتمام بهذا الموضوع يعني تكون تسعيره موجودة للبضاع اللي موجودة العراقية وأيضا الأسواق المحلية كل أبو أسواق طبعا الشارع أيضا أيد موضوع أنه رح يكون الدفع لألكتروني فرح ما أنه رح يكون دفع ألكتروني لازم تكون أكو تسعيره تسعيره على المواد حتى المواطن يعرف وأكو أيضا رقم ساخن يتصل عليه يابا هذا التاجر ما يلتزم يقومون وياه أيضا بالإجراءات القانونية فلتمنى هذا الصوت صوت المتقاعدين الحر أن يصل إلى أجهات المعنية وإن شاء الله حكومتنا اليوم هي قادرة بتلبية متطلبات الشعب ترجمة نانسي قنقر